بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلابي وطالبات إلى درس جديد من دروس أنظمة جسم الإنسان 1-2 كنا في درس الماضي قد تعرفنا على دور القناة الهضمية في عمليات الهضم والامتصاص وذكرنا أدوار مهمة تبدأ من الفام البلعوم المريء المعدة لمعات دقيقة لمعات غليظة وذكرنا عمليات الهضم الميكانيكي والكيميائي التي حدثت في القناة الهضمية اليوم سنستكمل معكم ملحقات القناة الهضمية بالأهداف بنهاية الدرس سستطيع أن أصف تركيب ملحقات القناة الهضمية ووضع وضائف ملحقات القناة الهضمية لدينا مجموعة من المفاهيم في درسنا لهذا اليوم ملحقات القناة الهضمية Accessory Organized of the Elementary Canal البنكرياس الكبد الحوصلة الملارية القناة الهضمية ذكرناها أنها قناة طويلة تمتاد من الفم إلى فتحة الشرج ولها دور مهم في عملية الهضم الميكانيكي والكيميائي لإتمام عمليات الهضم والامتصاص ولكن هذه القناة الهضمية تحتاج إلى ملحقات أو حتى يكتمل عملها بالصورة الأشمل تحتاج إلى ملحقات للقناة الهضمية أي أنها ليست من تركيب القناة الهضمية إنما غدد ملحقة بالقناة الهضمية للمساعدة في عملية وإتمام عملية الهضم فهنا العمليات مكملة لبعضها القناة الهضمية تقوم بأدوار الملحقات القناة الهضمية تقوم بأدوار من أجل اكتمال الصورة النهائية وهي الهضم النهائي والامتصاص القناة الهضمية هي قناة طويلة ومتعرجة تبدأ في الفم وتنتيب فتحة الشرج وضيفتها هضم الغداء وامتصاصه ولكي تنجز عملها بشكل متقن تحتاج إلى بنكرياس والكبد والحوصلة الملارية كعضاء ملحقة بالقناة لإمدادها بالإنزيمات الهاضمة والعصارة المساعدة في العمل المساعدة في الهضم على الهضم الكيميائي ملحقات القناة الهضمية لدينا البنكرياس، الكبد، الحوصلة، الصفروية هنا نوضح أن جميع هذه الإفرازات من البنكرياس، الكبد، الحوصلة الصفروية نلاحظ أن لها دور في إتمام عمليات الهضم الكيميائي البنكرياس البنكرياس كما تعلمنا سابقاً هو يحتوي على جزئين جزء أكبر ويشكل 95% من البنكرياس وله دور ويعتبر غدة قنوية لها قناة تعرف بالقناة البنكرياسية الجزء المتبقي هو يعتبر من الغدد الصماء الغير قنوية والتي مسؤولة عن إفراز الهرمونات سنتعرف معكم في هذا الجدول على أجزاء البنكرياس ونلاحظ الجزء الأول والجزء الثاني نلاحظ الحجم في الجزء الأول أصغر بينما الجزء الثاني أكبر ويشكل حوالي 95% من تركيب البنكرياس وصف الجزء الأول هو عبارة عن غدة صماء غير قنوية أي ليس لها قنوات وصف الجزء الثاني هو غدة قنوية لها قناة تسمى القناة البنكرياسية ومن هنا نعتبر البنكرياس هو غدة مشتركة يوصف بأنها غدة قنوية لها قناة وغدة غير قنوية أو غدة صماء الخلايا المفرزة في الجزء الأول هي خلايا بيتا وخلايا ألفا ولها دور والإفراز في نوع الإفراز تفرز هرمونات الإنسولين من خلايا بيتا والجولوكاجون من خلايا ألفا الدور المهم لهذه الهرمونات هو تنظيم مستوى السكر في الدم الخلايا المفرزة في الجزء الثاني وهي الخلايا العنيبية نوع الإفراز عصارة تحوي إنزيمات هضمية وبيكاربونات عصارة تحوي إنزيمات لهضم المواد وكذلك بيكاربونات الوظيفة المساعدة في تكسير وهضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات إذن الدور المهم للبنكرياس كملحق للقناة الهضمية أو يشارك في عملية الهضم بإنتاج هذه العصارة التي تحوي إنزيمات ومواد مثل البيكاربونات هذه لها دور في تكسير الإنزيمات نقصد لها دور في تكسير الكربوهيدرات والبروتينات ودهو تنساب عبر القناة البنكرياسية تتصل القناة البنكرياسية مع القناة الصفراوية المشتركة عند عاصرة أودي القناة العصارة التي يفرزها البنكرياس تنساب عبر القناة البنكرياسية هذه القناة البنكرياسية تتصل مع القناة الصفراوية عند عاصرة أودي وجميعهم سيصبون في الأثنى عشر في الأثنى عشر أول أجزاء الأمعاء الدقيقة كلاهما يصبان تصبان في الأثنى عشر تفرز الإنزيمات عادة أن إفراز غير نشط ولا تنشط إلا عندما تصل للقناة الهضمية الإنزيمات التي تفرز تكون في حالة غير نشطة تنشط عند وصولها للقناة الهضمية عندما تصل للقناة الهضمية سيتم تنشيط هذه الإنزيمات في وجود المواد الكيمية التي تعمل على تنشيط هذه الإنزيمات محتوى العصارة البنكرياسية سنتعرف على محتوى العصارة البنكرياسية نلاحظ إنزيم الأميليز الوظيفة هضم الكربوهيدرات بواسطة إنزيم الأميليز حيث تتحلل إلى سكريات بسيطة يسهل امتصاصها إنزيم الليبيز تفكيك جزيئات الدهون يسهل امتصاصها من الدهون الثلاثية تتحلل إلى أحماض دهنية حرة واجل سرول نلاحظ أن الأميليز يختص بالكربوهيدرات الليبيز يختص بالدهون إنزيمات بروتيز البنكرياس التربسين والكيموتربسين مسؤولة عن تكسير البروتينات إلى أحماض أمينية إذن لاحظنا أن العصارة البنكرياسية تحوي إنزيمات تحوي إنزيمات كإنزيم الليبيز مسؤول عن كربوهيدرات هضم الكربوهيدرات إنزيم الليبيز مسؤول عن الدهون إنزيم التريبسين الكيموتريبسين مسؤول عن هضم البروتينات أيضا تحوي على البيكربونات البيكربونات مادة قلوية تحمي الاثنى عشر عن طريق معادلة العصارة الحمضية الآتية من المعدة إذن الطعام في المعدة في وسط حمضي شديد الحموضة سينتقل الطعام إلى الأمعاد دقيقة في الاثنى عشر هنا سيتم إيصال البيكربونات للاثنى عشر لمعادلة الحمضية حتى لا تتأثى الأمعاد دقيقة في الجزء الأول إلى الاثنى عشر فيكون وهي مادة قلوية تعادل الحمضية القادمة من المعدة لأن الأمعاد تحتاج إلى الوسط القلوي لعمل إنزيماتها في العصارة البنكرياسية الأميليز والليبيز والتربسين والكيموتربسين الكبد وهي أكبر غدة في الجسم أكبر غدة في الجسم ومن أهم الغدد الموجودة في الجسم ولها دور في عملية الهضم لها دور في عملية الهضم وتحديدا الهضم الكيميائي تقع في الجزء الأيمن العلوي من التجويف البطني تحت الحجاب الحاجز كما يتضع في الشكل يصل وزنها إلى 1400 جرام تقريبا وهي محاطة بكبسولة ليفية ومثبتة في مكانها بأربطة ليفية وأربطة من المساريقة التي تربطها مع المعدة تتكون من أربعة فصوص أيمن وأيسر وفص مربع وفص صغير يسمى الفص الكودي تتغذى الكبد بشريان يسمى الشريان الكبدي الذي ينقسم إلى فرعين أيمن وأيسر لكل فص من فصوص الكبد وتتغذى أيضا بوريد يسمى الوريد البابي الذي يحمل الدم المحمل بالمواد الغذائية بعد هضمها حيث تحول الكبد هذه المواد إلى جلايكوجين وتخزنها تصنع الكبد أيضا العصارة المرارية التي تمر إلى الحوصلة المرارية حيث تخزنها في الحوصلة المرارية وتركزها وتتخلص الكبد أيضا من السموم وبكتيريا التي قد تصل إليها مع المواد الغذائية يخرج الدم الغير مؤكسج من الكبد بواسطة الوريد الكبدي حيث ينتهي في الوريد الأجوف السفلي إذن الكبد تتغذى بشريان الكبدي الذي يصل من القلب إلى الكبد ويغذي أجزاء الكبد كذلك الوريد يخرج من الكبد إلى ويصب في الوريد الأجوف السفلي الكبد لها دور مهم في صنع الصفراء أو العصارة الصفراوية التي أيضا لها قناة تسمى القناة الصفراوية وحوصلة تسمى المرارة أو الحوصلة المرارية التي تخزن فيها هذه المادة تمهيدا لنقلها إلى الاثنى عشر اكتشف العلماء أكثر من خمسمائة وظيفة للكبد عديد من الوظائف تقوم بها الكبد وظائف منعية وظائف في تنظيم سكر الدم الهضم أدوار مهمة جدا للكبد تحويل بعض المواد داخل هذه الكبد لتخلص منها فأدوار هامة تقوم بها الكبد في جسم الإنسان منها تلعب الكبد دورة مهمة في هضم الكربوهيدرات وتخزنها على هيج جليكوجين وكذلك هضم البروتينات والذهون تحمي الجسم بتخليصه من معظم السموم تصنع بلازمة البروتين والأحماض الأمينية وكذلك تخزن فيتامين A تخزن العناصر المهمة مثل فيتامين K وفيتامين Dال وفيتامين B12 والحديد تصنع عوامل التخثر الكوليسترول وأنواع أخرى من الدهون تتخلص من مادة الأمونيا الموجودة في سوال الجسم بتحويلها إلى مادة اليوريا لإخراجها عن طريق البول إذن الأمونيا تتحول إلى يوريا في الكبد تساعد في التحكم في نسبة السكر لأنها تخزن الجليكوجين الجليكوجين الزائد عندما يحتاج الجسم سيتحول إلى جلوكوز يتفكك إلى جلوكوز عند زيادة الجلوكوز سيتحول الجلوكوز إلى جليكوجين يخزن في الكبد مرة أخرى تفرز العصارة المرارية ولها دور مهم في هضم الدهون الدهون تحتاج خطوة أولى وهي اختلاطها بالعصارة الصفراوية حتى تتحول إلى مستحلب دهني على شكل قطرات ثم يستطيع الإنزيم الهاضم للدهون في رمعات دقيقة من تفكيك الدهون إلى أحماض دهنية وجلس رول تعيد تدوير 95% تقريبا من الأملاح المرارية الحوصلة الصفراوية لهارتباط مع الكبد نلاحظ أن الكبد تصنع الصفراء هذه المادة ستغزن في الحوصلة الصفراوية في الحوصلة الصفراوية إزادة تركيزة ثم ستدفع هذه الصفراء عبر القناة الصفراوية وتصب في الاثنى عشر تقع على السطح السفلي للكبد على شكل حبة الكومثرة هنا كما يتضح في هذا الشكل تتصل بالكبد عن طريق قناة تسمح بمرور العصارة المرارية من الكبد إلى الحوصلة الصفراوية ما هي أهمية الحوصلة المرارية تخزن العصارة المرارية وتزيد من تركيزها تضخ الحوصلة المرارية العصارة المرارية إلى الاثنى عشر عند الحاجة عند الحاجة عندما يكون هناك حاجة لهضم الدهون يكون هنا دور مهم للعصارة الصفراوية تعيد الكبد تدوير 95 من الأملاح المرارية وتفرزها في العصارة المرارية وتمزجها بالصبغيات المرارية الناجية من تكسير الكريات الدموية الحمراء بيرودين والبنفردين تفرز الكبد العصارة المرارية باستمرار وتخزنها في الحوصلة المرارية إذن الكبد تستفيد من إعادة الحصول على المواد عندما يتم تحطيم الخلايا الدم الحمراء في الطحال هذه المواد الناتجة من التحطم تستفيد منها الكبد من أنواع الأملاح لصنع الصفرا تفرز الكبد العصارة المرارية باستمرار ويتم تخزينها في الحوصلة المرارية إذن من المسؤول عن إفراز العصارة الصفراوية؟ هي الكبد الكبد هي المسؤولة عن إفراز العصارة الصفراوية ما هو دور الحوصلة المرارية؟ دورها فقط التخزين تخزين هذه العصارة القادمة من الكبد عوامل تزيد من إنتاج العصارة المرارية عند تنبيه الجهاز الباراسم بثاوي العصب المخي العاشر المسمى العصب الحائر وجود دهون في الاثنى عشر عند زيادة تدفق الدم إلى الكبد هذه عوامل تزيد من إنتاج الصفراء ملاحظة أخيرة ومهمة الصفراء لا تحوي إنزيمات إذن العصارة الصفراوية لا تحوي إنزيمات إنما دورها فقط تحويل الدهون إلى مستحلب دهني وهي خطوة مهمة حتى يستطيع الإنزيم الليبيز الهاضم للدهون من تفكيكها وتحويلها إلى أحماض دهنية وجلسرول بينما العصارة الصفراوية تحوي على إنزيمات تحوي على إنزيمات كما تعلمنا قبل قليل الإيميليز، التريبسين، الكيموتريبسين، الليبيز وكذلك بعض المواد مثل البيكربونات في التقويم 2-11 الصور الأول أكتب البيانات مع اكتمال المطلوب في الشكل الآتي نلاحظ التركيب وظيفته طريقة نقل الغذاء التركيب الأول المري وظيفته دفع الطعام باتجاه المعدة طريقة نقل الغذاء عبر سلسلة من انقبالات العضلية تسمى الحركة الدودية نلاحظ في التركيب الثاني المعدة الإنزيمات، إنزيم البيبسين لهضم البروتينات الوسط هو وسط حمضي وهو ضروري لعمل إنزيم البيبسين نلاحظ هنا في التركيب لدينا مجموعة من المواد وإنزيمات خاصة بها الكربوهيدرات مسؤول عنها الإيميليز، البروتين لدينا التربسين وهي الموجودة في الأمعاء الدقيقة، الدهون الليبيز ومسؤول عن هضم الدهون نلاحظ الوسط بالكامل في الأمعاء الدقيقة، وسط قلوي هنا نلاحظ التركيب هو الحوصلة الصفراوية الوظيفة عصارة الصفراء القادمة من الكب تساعد على هضم الدهون لها دور في تخزين هذه العصارة التي تستخدم لهضم الدهون أو خطوة أولى لتفكيك الدهون تمهيداً لهضمها بالإنزيم هنا نلاحظ الاثنى عشر الإنزيمات والعصارة التي تصب فيه هي عصارة الصفراء الكبدية وإنزيمات البنكرياس كلها أو جميعها تصب في الاثنى عشر وإلى هنا نصل معكم طلابي وطالباتي لإنهاي الدرسنا لهذا اليوم أتمنى لكم مزيداً من التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته